سأخذ الحنى بلون احمر غامق و سأخذ الحنى و سأخذ الحنى حمراء و سأخذ الحنى حمراء و سأخذ اللون في نصف ساعة كما تشاهدون البنات هذه الوصفة وعراء وعراء بمكونات بسيطة و بلد وليو بلد تشي حاجة غيب واحد المكون عندك في الدار ضروري ضروري ما يكون عندك اختي في الدار اي مرة عربية او مغربية سيكون عدد المكونات في الدار والي يجعل اللون احمر غامق هذه البنات راغيت تغسلت ديك الساعة و شو اللون تبارك الله ما شاء الله كيعطي ولكن هلا خليت يهم الساعة كيعطي اللون احمر غامق ولكن البنات كما قلت لكم تبعوا معي باش تعرفوا السير اختي السير ضروري ما تعرفي اختي السير و تدير الحنى و تشكرينه و ترحمي لي والدية البنات هذه الاسرار كاملة دي الحنى كنعطيها لكم من عد نقاشة اللي عمرها كامل دووزات و غيف النقش نقطة ديل دوليو وتبارك الله ما شاء الله عدالك ليان يعني كعيطوا عليها على حساب الوصفة الطبيعية اللي عندها مهم انا كنشارك معاكم كل شي يا بنات عفاك اختي ما تنسيش تخلي ليالي لايك ديالك و التعاليق ديالكم و البرتاج بارتاج هي و الوصفة البنات اللي كتعرفيها عندها عشق ديال الحنى صيف تختلال الوصفة هذي مهم اول حاجة البنات غنحتاجه في هد الكاثرونة غنضيره معالقة كبيرة البنات او لجمعالقة كبار ديال اتاي مهم شوفوا البنات شح ديال اتاي و حط طوبة ديال السكر صغيرة و معا يلقى صغيرة ديال الملح لبنات انا ايادة به هد الفيديو هذا درت لكم الوصفة اللي اه جميع المكونات ايكونوا عندك في الدار ما تحتاجه اختي تشيرتشي حاجة برا يعني منع اتاي كتعمري بها اه اه اتاي السكر يعني كتتعمري بي اتاي الملح كتطيبي بيها مكينة شي حاجة اللي ما عندكش في الدار هاتشي كله مكونات عندك كاملين في الدار و حيتاش كنديلكم بزافت على الوصفات و كيني البنات اللي كيكونوا متبعيني خارج المغرب و ما كيكونش عادهم متوفر ذاك شي اللي كيكون عدنا حنا في المغرب يعني بحل لإيطاليا ولا فرنسا اللي حسن لعوان ما كيكونش عادهم ذاك شي متوفر انا كدبك اجتلكم هذه الوصفة هاتي اللي خط كوني ما عارض في ممكن تياتشي كله عندك في الدار ما تقوليش لي يختي لما كيش عادك شيره ماشي مغربية وماشي عربية مهم هنا يا البنات استعملت تصار شي هادي دي الاتاي بالليمون او الاتاي بالحامض هنا يا البنات انا درت هادة اتي بالحامض انت غديري الحامض انا هنا ما عنديش الحامض درت اتي من الثم بالحامض اتما تشوفو حت طريفة صغار كينيف اتي فيهم الحامض انا هنا راح الليته مش تشوفوها انتو ما ديروا الحامض شتو اتي بالحامض انتو ما ديروا الحامض ما عندك شخصي الحامض ما استعمليش عندك اتي الملح ضروري تركز لنا اللون ويعطيك واحد اللون واعر وكتبقات تابتالك المدة الطويلة بزاف بالنسبة للوصفة هادية لا تعاليش الكزيمة باش نكون واضحة معك حيث الوصفة ديال النقش اللي كنحط ليكم او الحنة اللي كتكون فيها التومة وكيكون فيها السويك وكيكون فيها القرنفل هاد المكوينة هادو هما اللي كيعالجو لنا الكزيمة اللي كتكون عندنا في الليدين اما هادية غيكة تتعطيك اللون اللي كيبقى مدة طويلة وكيعتك اللون احمر غامق وف مدة قليلة يعني ما كتتسنيهاش بزافتاع الوقت ولكن بحد المكوين ضروري تتبع معي اختي الفيديو موهم هاد المكوين هادة موهم هادة يا البناس حطيت الوصفة ديالي في الكاثرونة في فوق البوطة وغنقن نحرك حتاك الدوبات السكارة هادة وكنخليها واحد عشرة ديال تقاق بما طلقت وتقالت ضروري البنات تقال تجيب حال شكل سيرو موهم هادة يا غد نخليها و ضروري البنات تنقصوا عليها البوطة متجهدوش عليها البوطة حتاش اللي جهتي علي البوطة غد يتفايدلك وتشي مدرتي موهم هادة يا تتوم البنات ربدا ستقاليها شوية مازالي هالوقت هنا غيك نحرك ضروري البنات مع الماء قليل وشوفتو الماء اللي شحل درسي البنات غيك صغير متكطروش لما بش يجيكم ذاك شي سقيل واتي كطروا ااتي ضروري البنات متكطروا ااتي موهم هنالحنة ضروري شوفها كطرت لكم اختيبه ضروري ضروري الحنة ضروري البنات هالي اللي غنحطها لكم هي اللي كتعطي اللون واعر إلا ما كانتش هادي بلا متسامل اللي اختي الوصفة لحقاش هاد الحنة هادي اه زوينة بزاف وكاليتي واعره حيتش كان فيها البروميو كفيت دوزيام حيتش الفرق بينها تقريبا وحد درهم او لجوش دراهم كتبغيت تاخذيها كيقولك هادي راديرا معت خمسة درهم كتبغيت تاخذيها ولكن هاديك الحنة اللي كتتاخذها وخدري لها الدوليو والله ما تصدق لك شي الدوليو الدوليو تكون بقرعة كاملة وما غا تعتكش اللون واعر غا تجيك بحلة مطبعة فهمتو البنات غا تجيك بحلة اه هنا حمرة هنا صفرة هنا ما شاداش هاديك هي من الحنة ضروري البنات الحنة تكون كاليتي زوينة بفرق بينها تمكن هاديك اللي الكاليتي الليولة تكون مية وستين ريال او مية واربعين الكاليتي الثانية تكون خمسة درهم مهم هنا سنكب الخليط الخليط يتبخ ونبدأ نخلط نكب ونخلط بشوية 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 لا تكبيش كل شيء في دقة يعني تكبي وكتخلط تكبي وكتخلط وداروري البنات لا تكون الخلطة سخونة يعني اذا كتبتنا في الكالسرونة داروري ما يكون سخونة داروري بشوية 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 تطلق الحنة ويجب أن يصدر أنه ستعطي اللون وما زال أختي أختي نخلط أختي الحنة مزيانة البنات خلطوها مزيان 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 وهذا الحنة البنات وقسم بالله حسن من هذه الحنة وكتبتها 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 لأنه يتبع الحنة وكتبتها 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 هذه الحنة البنات طبيعية وكتبتها لنواعر لنكونوا واضحين مهمة هم البنات كما تشوفوا أنا خلطتها مزيان 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 معكتها كما تلاحظوا ضروري بشوية والسر البنات أختي سر اللي غدي يخلي الحنة ديالك يكون اللون ديالها واعر وأحمر غامق وكتبقى لك المدة طويلة وختيت غسلي المعن وخما عفتش الديري مهم تبعه معي السر هو الريحة البنات اي رحة كما تكون عندك غالي ترشي ربعة رشات ولا خمسة ولا ستم ويمتي القياس اللي بغيتي وغالت خلطي مزيان زيان 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 حتى اكتبها لك الحنة ديالك بدأت شوية كتكحال يعني اديك الكحولية ديال ديال الحنة عارفها ان صافره واجده موجودة بلا دوليو بلا تشحج ولكن هذا وصير اللحقاش الريحة كتكون فيها واحد نسبة ديال الالكول هاديك الالكول كتبقى وعطينا اللون ينبلينا اللي يدين وكيلا اللي تكون عدة الحساسية وهنا طريقة واحدة اللي غنورها لك وعطاني ما اللي تبغي تديري الريحة ديالك غادي ترشي على ايديك او لعلى رجليك وتخليها حتى كتنشوف ما تبقاش فاتشي حاجة وعاد حك تحطي الحنة ديالك والحنة ديالك ميكتجيش وما اللي خلطيها تديري هذيك الساعة مويمان اهنا غيبغيت نوريك ولكن انتي ما غاديش تديري هذيك الساعة غتخليها تقريبا واحد ساعة تغطيها واحد بلاستيك وتخليها تطلق على راحتها عاد الساعة غادي تستعمليها بشركة يعني غيرك تستعملي هذيك الساعة في ديالك من الساعة كتحييديها ما كتحتاج اختيج لاتكرم لتنشوف لاتشي حاجة ما اللي بعد ما كتحييديها كتعطيك الريحة مويمة البنات الطريقة الريحة رواعرا اللي مجربها تقولها لي في الكومنتر وما تنسوش هالبنات ما تبخلوش عليا بلاي لعك ديالكم تعالق ديالكم